اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا لنسأل كم جهة حكومية لديها صفة رقابية مسبقة او لاحقة لكي تقاوم الفساد عدوية للعد التصاعدي واحد الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة اثنين جهاز المناقصات المركزية ثلاثة ديوان الخدمة المدنية اربعة الفتوى والتشريع خمسة جهاز متابعة الاداء الحكومي ستة سوق الكويت الاوراق المالية سبعة جهاز المراقبين الماليين ثمانية الادارة العامة للتحقيقات في وزارة الداخلية تسعة وحدة التحريات المالية عشرة جهاز حماية المنافسة اهداعش الادارة القانونية في البلدية اثنعش ديوان المحاسبة في فساد ولا ما فيه احنا عايشين فيه اكرر الفساد فساد اذهان الفساد مطبقي ولا اجتماعي فيه فقير فاسد وفيه غني فاسد الفساد قاعد طوال الشوارب بالبيوت اتكلم باسأل ان اكلمت احد العمام مستشار لوزراء له باع رياضي وسياسي عضو مجلس ادارة في اكثر من هيئة ومؤسسة مع احترامي الكامل لضيوفي الكرام الذين اتشرف فيهم وتسوصلت معاي يوم الخميس قلت للعم ودي تكون معاي بالحلقة عشان ان تكلم عن قضية تفشي الفساد بكل انواع سريقات غسيل اموال غيرها قال لي محمد انا مطلق الاعلام والرياضة والسياسة من الفين وسبعة عشر اضايقت قلت لعمي ليش كان يقول لي من مارس الف الف وتسعمائة واحد وتسعين واحنا نكرسة تشرق وما نشوف غير الكسوف اوجه كلامي للعمام الذين ابتعدوا ويعدوا بالبيوت احنا نقول الوقت وقت شباب لكن والله ما نغنى عنكم اذا استسلموا اصحاب النفس الوطني فبالتأكيد سيكون السيد هو الفاسد نحن نتحدث عن شيء موجود في كل الوزارات وفي كل المؤسسات ما نستثني احد فلما انت تتعدون احنا وين نروح بعدها وحق مين نلجأ وطني ولو شغلت بلهو الشباب عنه ما زعتني اليه بالخلد نفسي رحب بضيوف الكرام الذين يشرفوني بان اتناول هذه القضية بشكل عام الفساد في الكرام